السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعملين ايه لو مهتم بجديد ومفيد فعله من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان وصلك كل ما هو جديد ومفيد فعله من التطبيقات في القناة عندي اقدر رفض التطبيقات الجديدة الحديثة اللي بتسعيل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك والتطبيقات الهكر نهاردة ان شاء الله مشارك تطبيق جديد هو اسمه تطبيق ليف تطبيق مساحته 90 ميجا ما حمله اكتر من مليون شخص التطبيق ده خاص بدولة الامارات عن طريق التطبيق ده بتقدر ان انت تفتح حساب مصرفي في دقائق يمكن ان تحصل على قرض بفوايد وليلة يمكن الترقية الى الفوايد المضاعفة والاستفادة من العوايد الممتازة على الوداع السبتة لو انت حدثت فلوس وديعة بتاخد عليها فوايد كويسة تقدر تفتح الحساب بشكل فوري باستخدام الهاوية الاماراتية وجواز الصفر تقدر تتبع نفقاتك اللي انت بتصرفها بيجي لك اختار فوري على كل معاملاتك بتقدر تدفع فواتير الخدمات بسهولة زي القهربة والمية والوسائل الاتصال زي التليفون بتاعك بتقدر ترسل الاموال بتعمل تحولات سريعة وسهلة لاي بنك في الامارات والاي دولة تانية خارج الامارات يعني هو تطبيق كويس بالنسبة للفتح الحساب يعني هو عبارة عن بنك الكتروني بنك الكتروني وبتقدر كمان ان انت بتحصل على فيزا كارت عن طريق التطبيق ده بيجي لك حد فيزا كارت عن طريق التطبيق ده لما بتفتح الحساب وبتشغل عليه وبتعمل عليها معاملات وكده مشكلة التطبيق ده ان هو ما بيدعمش اللغة العربية رغم ان هي يعني حاجة يعني حاجة مش كويسة ان هو تطبيق اماراتي في دولة عربية وبيكونش بيدعم اللغة العربية حاجة مش كويسة خالص يعني حاجة تانية التطبيق بالنسبة لخدمة العملة بتاعتهم الوصول لهم سعب شويه يعني انت ما بتقدرش تتواصل مع خدمة العملة لما بيكون عندك مشكلة ما بتقدرش ان يعني خدمة العملة تتواصل معهم بسهولة لأ يعني خدمة العملة بصعوبة جدا ان انت تقدر تتواصل معهم وبصعوبة جدا ان هم يحلولك المشاكل بتاعك رغم ان انت لما بتكتب اي تعليق عن التطبيق نفسه هنا في الابليكيشن على الابليكيشن نفسه بتلاقي خدمة الامر رد عليك انما بقى ان انت تخش تتواصل معهم على طول او كده لو ما بقى عندك مشكلة ما بتلاهمش يعني غير متاحين ما بتعرفش تتواصل معهم بسهولة طبعا دي ابسط شرح للتطبيق لو حد حمل التطبيق يا جماعة واكتشف فيه ميزة اوعيب غير اللي احنا قلناها يا ريت يعرفنا ويكتب لنا في التعليقات احنا هنا قناة خدمية بنساعد بعض بنفيد بعض لو اي حد عنده مشكلة في التطبيق احد مش عارف التطبيق بفايدته ايه بيعمل ايه الكلام ده كله احنا هنا بنساعده بنعرفه لو حد عايز يحمل التطبيق والتطبيق ده مش موجود على القناة بيكتبها لنا وبنعمل له مراجعة وريفيو كامل للتطبيق طبعا لو حد اكتشف بقى اي ميزة اوعيب غير اللي احنا قلناها بيكتبها طبعا لان نقول لنا احنا هنا ايه في القناة بنساعد بعض وكلنا عايزين الفايدة البعضين بس كده ده الشرح المبسط للتطبيق لو اجبك الشرح ياريت تدوس لايك للفيديو لو عايزت شرح التطبيق معين ياريت سيبلي في الكومنت شكرا سلام عليكم